وبعد كده ابتدى يتكلم لآدم لأنك سمعت لقول امرأتك وأكلت من الشجرة التي أوصيتك قائلا لا تأكل منها ملعونة الأرض بسببك ابتدت الأرض تتلعن بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك والأرض دي كمان هتنتك شوكا وحسكا تنبت لكا وتأكل عشب الحقل بعرق وجهك تأكل خبزا حتى تعود إلى الأرض التي أخذت منها لأنك تراب وإلى تراب تعود فالعقوبة اللي حصلت لآدم مش الجنس البشري تلعن الجنس البشري هياخد عقوبة لكن اللعنة وقعت على الأرض ملعونة الأرض بسببك والنتيجة لعنة الأرض أنها تنتج شوك وحسك بعد ما كانت بتنتج السمار الطيبة والحاجات الرائعة دي وأن الموت هيدخل إلى العالم أنك انتهت من تراب وإلى تراب تعود لأنه في ناس اللي بيحاول يقولون دي كلها حاجات رمزية بيقولوا أن الموت دا موت رمزي الموت الرمزي مفهوش من تراب وإلى تراب تعود لأن التراب مادة وهو آدم مادة من تراب وإلى تراب تعود اللي بيقولوا أن الإنسان جاء من أشباه القرود فبيقولك ما قالوش من هيومينايد وإلى هيومينايد تعود بقوله انت جيت من تراب وإلى تراب تعود كلمة آدم كمان من آدماء بالزبط بالزبط كده فكل دي الحقائق مهمة جدا يا أستيس نيزار وللأسف فيه هجوم شديد جدا على صفر التكوين وعلى صح ثلاثة بصفة خاصة عشان كده أنا سعيد أن احنا عندنا فرصة نستعرض الأفكار دي والنقشها بكل حرية وزي ما حضرتك قلت نحن نرحب بكل الأسئلة والأسئلة الجادة هنرد عليها بكل تفصيل وأي حد عايز يسألنا يريد يجيب يعني يجيب الرفرنس بتاعه عشان نقدر نتكلم كلام علمي مظبوط معه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر